فضل فاروق مجرد سارة م لعبنا تسعين دقيقة بقالنا فترة بنتمرن وشغالين بشكل كويس بنحاول بقى نطبق الشغل بتاع التبريب في الملعب على عد ما نقدر الحمد لله لأننا شرط الأوليني بنتيجة كويسة خمسة واحد والشغل التاني برضه حاولنا نحن نزود نزود النتيجة والحمد لله بنحاول نستمر في الشغل اللي نحن مشين بها لشان نقدر نطبق دان شو الله في المباراة الرسمية بإذن الله أحمد في بعض الجمل بيركز على مستر بيتسو مسماني سواء في المباراة الرسمية أو مباراة الودية بتبقى حارزين جدا أنتوا تطبقوا في المباراة الودية بتبقى فرصة كبيرة جدا أننا نطبق الجمل دي في حاجة كثيرة جدا نحاول نطبقها طبعا لو بتتمرن بس هتطر أنت غزبا عنك تتطبق في المطس فده طبيعي أنك تتمرن بشكل كويس وتاخد الجمل التكتكاش تترفزها في المطسس الودية والرسمية فإحنا حاولنا نشتغل النهاردة الشيطة الأولين ينفزنا بشكل كويس جدا الشيطة تاني برضو نفزنا على فترات فده شيء كويس يعني الحمد لله بحنا النهاردة ممكن كمان فيه كامل عيب مش في البوزيشن بتاعهم بيحاولوا يلعبوا في أماكن تانية يعني الدنيا مختلفة شوية مع كامل عيب بس الحمد لله كله بيقدي وكله تحت أمر النادي النهاردة في توظيف جديد مستر بيتسو مسماني وظفك على الدائرة بجوار عمار حمدي قددت بصورة أكثر مرة قل لي يعني المكان ده اتكلم معك في ايه انا شاف انت واحد من نهاردة بتقدر طلع في أكثر من مركز الحمد لله يمكننا تماني ده بقدر ألعاب وبرضو برضو في مراكز اللي قدام زي ما تلك التلاتة اللي قدام فبحاول انا أكون عند مرونة على عد ما أقدر في في كام مركز فالحمد لله يمكن قددت النهاردة بشكل كويس لحد ما يعني فأتمنى الاستمرار من من أنا نفسه يعني شخصيا ومن زميل يعني كباتنا في الستوديو التحليل الكابتن شريف الكابتن عادل الكابتن أسامة كابتن أحمد بلاي بتكلمه على نحمد عبدالأدر بالتحديد بقول واحد من مواهب النادي الآلي شخصية النادي الآلي ودي السمات في اللعب المهوب اللعب اللي يبقى جدير اللي يرتدي قميص النادي الآلي اه يمكن الحمد لله الموسم بدينه بشكل كويس نتائج جاول ثلاث مبارات كويسة جدا اتمنى ان احنا ان شاء الله يبقى يعني المشاة اللي جاية كلها على قدر المسئولية زي ما احنا ماشيين في الثلاث مشاط اللي بدأنا بيهم وان شاء الله نتائج تبقى ماشي زي ما احنا ماشيين بالاسلوب ده عايز تقول للكابتن بقى هم يعني دايما بيرهن عليك وفي كلامه مع الأحمد عبدالأدر توعدوا متوعد جمهير النادي الآلي بإيه يا أحمد قلوهم ان شاء الله انتظرونا لسه الموسم تويل جدا وانا طبعا بشكرهم على دعمهم لان فيه دعم كويس جدا موجود من الجمهور بصراحة فانا بشكرهم على دعمهم ده وانا بتمنى الدعم ده بقى مستمر لان طول ما فيه دعم طول ما احنا نقدر نقدم اي شيء كويس موجود في الملعب فبشكرهم جدا وان شاء الله يبقى فيه مزيد من التعالي وان شاء الله الفتر اللي جاي بإذن الله مستر بيتسو مسماني بيتكلم معاك في ايه بعد المباراة تكلم معاك اكيد انت واحد من اللعبين اللي هو شايف فيها ان انت مستقبل واحد المواهب المهمة جدا في النادي لها اوه بتكلم معاك على طول سواء في حاجة ايجابية بيحاول طبعا النواقس يشتغل عليها معاك بيتكلمني فيها على طول ده انا يعني الاشيه ده ساعدني جدا لان لو في حاجة سلبان لازم حدي يقولك عليها لازم المدير الفني طبعا يبلغك بيها وحاجة ايجابية بيشجعك عليها فده طبعا شيء كويس جدا لا كيبعد المباراة لا لا ما قالش حاجة يعني بيتكلم عن الأداء لان انا ملعبت في البوزيشن مصرا مختلف فقديت النهاردة يعني بشكل كويس لحد ما فالحمد لله شكرك يا احمد والتوفيف اللي جابزنا حبيب يا روعة اسلام حبيب شكرا كابتن اسامة ده كان لقانا مع احمد عبدالقادر لعب فريق النادي الايلي واحد من نجوم النادي الايلي ومستقبل النادي الايلي من جديد تعود الكلمة للكابتن اسامة حسني وضيوفه الكرام بنشكرك يا فاروق شكرا جزيلا